هناك فبركات من النوع الذي أحب أن أسميه فبركات الزمن الجميل تحكي قصة أسطورية فيها شيء من الطرافة أو تكون حول صورة مرفقة بتعليق لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله وإذا لم تنشرها فاعلم أن شيطانك قد منعك إن مشجعي نادي ريال مدريد الذين يصفهم أحد أعضاء فريق البرنامج ويرفض ذكر اسمه يصفهم بمحبي الدجاج الأبيض وهو وصم أتحفظ عليه بالمناسبة رغم أنه قد لا يخلو من وجاه لديهم فبركات لطيفة مثل الفيديو الشهير عن مساعدة الجن والعفريت لنجم وقائد نادي برشلونة العظيم ليونيل ماسي تلك هي فبركات زمن الجميل وما زلنا نحبها ونراها فنبتسم ونضحك لكنني شخصيا مللت من الصورة التالية التي نرى فيها فتاة تسير إلى جوار رجل يرتدي بزة خضراء وتظهر كل مرة في منشور جديد على فيسبوك أو تويتر هذه المرة كتب المفبركون تعليق النصه هذه وزيرة التربية السويسرية مع زوجها عامل النظافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وفي مواقع أخرى كتبوا تعليقات من نوع تبقى سقطة في الجمعة ويقول لك عايزين 150 جرام دهب دهب إي أبو دهب ويقولون إنها أكاديمية بريطانية تحمل الدكتورات تجوب الشوارع يوميا لتظهر فخرها بزوجها عامل النظافة المجتهد ولا ضيرة في فخر المرأة بزوجها مهما كانت مهنته طبعا هذه ليست وزيرة التربية السويسرية وليست طبيبة ألمانية ولا هولندية ولا أي من الخزعبلات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بل هي فتاة عادية تسير في أحد الشوارع لا أكثر ولا أقل ولا يعرفها أحد ولله الأمر من قبل ومن بعد ترجمة نانسي قنقر